ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وقد استحوذت الشركات العقارية على حصة الأسد من التوقيت المخصص للإشهار الأمر الذي يعكس حالة الركود الكبير الذي يرزح تحته هذا القطاع منذ مدة بسبب ضعف الإقبال الشيء الذي دفع ببعض الشركات إلى تصابق قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبناء عبر إغرائهم بعروض استثنائية وبين هذه المعطاية سالفة الذكر تسأل بعض المتتبعين عن موقف الهاكا من هذه الإشكالية التي أغضبت المشاهد المغربي حيث طرحت علامة استفهام عريضة حول مدى احترام القناتين المذكورتين لدفتر التحملات سيما الشق المتعلق بمدة الإشهارات المسموح بها وكذا الحيز الزمني الفاصل بين كل إشهار فيما اعتبر البعض الآخر أن رمضان يبقى فرصة سانحة للاستفادة من مداخل إشهارية كبيرة خاصة بعد الأزمة المالية التي تتخبط فيها القناتين المذكورتين خلال السنوات الأخيرة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية